اشتركوا في القناة وما تنفذه الشركة من أنشطة متعددة في مصر وفقاً لأعلى المعايير العالمية معرباً عن التطلع لمواصلة التعاون المثمر بين مصر والشركة في مجالات البحث والاستكشاف والتنمية والإنتاج بهدف تحقيق الاستغلال الأمثل لموارد مصر من قطاع الطاقة وتعزيز النجاحات الكبيرة التي تحققت في هذا الصدد خلال السنوات القليلة الماضية من جانبه آرب رئيس شركة إيني عن اتزازه بالتعاون مع مصر في ضوء الروابط الوثيقة بين مصر وإيطاليا مؤكداً الأهمية الكبيرة التي تمثلها مصر كأحد أهم الأسواق لنشاط وعمل الشركة على مستوى العالم في ضوء الفرص الوعدة التي يتمتع بها قطاع الطاقة في مصر لسيماً مع الاهتمام الذي تليه الدولة والسيد الرئيس شخصياً لتطوير هذا القطاع الحيوي وتعظيم العائد منه لمصر وهو ما أسفر عن تأسيس نموذج للنجاح ينظر إليه عالمياً بتقدير وإعجاب وقد استعرض السيد ديسكالزي في هذا الإطار تطورات الأنشطة التي تنفذها الشركة الإيطالية في مصر التي تتم وفقاً لأعلى معايير الكفاءة مشيراً إلى أن إني وشركاءها يعتزمون القيم باستثمارات جديدة في مصر خلال الأربع سنوات المقبلة بقيمة 7.7 مليار دولار في إطار حرص الشركة على تعزيز مشروعاتها الناجحة في مصر كما استعرض رئيس الشركة الإيطالية خطط البحث والاستكشاف المقبلة التي ستقوم بها الشركة وأنشطة عمليات التنمية التي ستمكن إني من الحفاظ على معدلات انتاج كبيرة من الحقول وأشار كذلك إلى التقدم الذي تحقق في مشروعات كفاءة الطاقة والاستدامة والمتعلقة بالتحول في الطاقة وفقاً لمذكرة التفاهم التي تم توقعها في مارس عام 2023 كما اجتمع السيد رئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق أول محمد زاكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي ولواء عباس كامل رئيس المخابرة العامة ولواء محمود توفيق وزير الداخلية ولواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لجهود التنمية الشاملة بمحافظة شمال سيناء حيث وجه السيد رئيس بأن تهدف هذه الجهود إلى صياغة مسار تنموي متطور ومتكامل يتصق مع أهمية وخصوصية المكانة الفريدة لسيناء ويتناغم مع جهود الدولة المماثلة في كل ربع مصر وذلك بتكاتف جميع وزارات وهيئات الدولة كما اطلع السيد رئيس في هذا الإطار على الإجراءات والجهود الكبيرة التي بوذلت تأفي سيناء على مدار السنوات السابقة من أجل استعادة الأمن والاستقرار بما يمهد طريقة لتنفيذ الرؤية التنموية للدولة والعديد من المشروعات القومية في سيناء بهدف توفير الحياة الكريمة ومستوى المعيشة اللائق لأهالي سيناء اشتركوا في القناة